اشتركوا في القناة تضمن برنامج الحفل عدة فقرات حيث بدأ بموكب دخول سيارات أولياء أمور الخرجين إلى موقع الحفل للاصطفاف في الأماكن المحددة مسبقا وذلك تطبيقا للاحترازات والتدابير الوقائية الصادرة عن الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا لضمان سلامة جميع الحضور واستهل الحفل بالنشيد الوطني تبعه تلاوة عطرة من الذكر الحكيم رحم بعدها رئيس المدرسة الدكتور كمال عبد النور بالحضور وتقدم بخالص التقدير وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه برعاية حفل تخرج الفوج التاسع والعشرين من طلبة المدرسة بعدها ألقى رئيس مجلس أمناء المدرسة السيد فاروق يوسف المؤيد كلمة المدرسة التي شكر فيها راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على اهتمامه الدائم والمتواصل مثنيا على توجيهات القيادة الحكيمة لدعم وتطوير قطاع التربية في المملكة كما هنأ الطلبة على إنجازاتهم الأكاديمية المتميزة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وأشاد في كلمته بتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في التعامل مع مستجدات انتشار فيروس كورونا بسرعة وحسم للحد من أثر هذه الجائحة منوها بالجهود التي قام بها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعدها ألقى كلمة الخريجين القدامى الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعده فبفضل ما تنعم به مملكة البحرين من ريادة وتطور في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه المولى وأيده بنصره تسارعت وثيرة التنمية وحرصت المؤسسات التعليمية على مواصلة عملها النبيل لتجني ثمارها اليوم ورغم تفشي الجائحة عالمياً واصلتم العمل والاشتهاد ولم تتراجعوا وإنما تكيفتم مع الأمر واتبعتم طرق تعليمية جديدة وأبديتم إصراركم للوصول إلى هدفكم وها أنتم على مشارف الانتقال إلى مرحلة هامة في حياتكم فلا تشعروا بالقلق رغم أننا نتحدث عن وباء مس دول العالم أجمع إلا أنه بالنظر إلى الواقع الأقل ضبابية فأنتم في حقيقة الأمر مقبلين على مرحلة واعدة في تاريخ البحرين لتنضموا إلى فريق لي عظيم الشرف أن أحسب نفسي عضواً فيه ألا وهو فريق البحرين بعدها تم توزيع الشهادات على الطلبة الخارجين وتقدم رئيس المدرسة كمال عبد النور نيابة عن مجلسي الأمناء والإدارة والهيئات الإدارية والتعليمية والطلابية بأصدق تعبير الشكر والامتنان إلى سمو رئيس الوزراء الموقر لتكرم سموه برعاية حفل تخريج الفوج التاسع والهشرين من طلبات المدرسة متمنياً للطلبة مزيداً من التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر